وارنا مع سرحان الناصري رئيس تحالف من أجل تونس سرحان تقول لي ما فماش تواصل مع رئيسة الجمهورية لكن فما تلاقي في بعض الأفكار منها كونه يقاف العمل بالدستور اللي انتي تعتبره باطل قتل اللي انتي راديكالي في عدة نقاط وهذا واضح حتى في برشة تصريحات تقوم بهم الحكومة كان يلزم بالنسبة لي كنتي معناها إعفاءها بالنظر للهنات اللي قامت بهم البرلمان بالنسبة لي كذلك باطل ويلزم إيقافه هذي الكل يمكن فما شق واسع متوانسة متفقين فيه من وقتها من اللي صار هذا الكل إلى يوم الناسي هذا قيسة سعيد شنو عمل شنو أقدم بعد ما نحى هذوما الكل بالنسبة لينا احنا قاعد يبضل في مجهود لتنقية المناخ السياسي صحيح أنا كان مش اللي صار في 25 جوليا رهما زلنا في نفس المستنقعة السياسي قتلي لتنقية المناخ السياسي هاي هاي منخيق السياسي أنه فما دي بارازيت قاعدين يعيشوا دي بكتيري يعيشوا في المشهد السياسي يلزمك تنظفهم فما شكون يقول لك هو يغذي هل هل يصير في المجال السياسي بالعكس هو يعفن فيه مشي مشي نقي فيه لا 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 أنا ما نشي ما اتفاق معه في هذي الموقف أنا بالنسبة لي رئيس الجمهورية فتح المجال لعودة نوعا ما من الأخلاق في المشهد السياسي ولين نحكيه على مبادئ وقيم ومواقف في المشهد السياسي هذي يا جراسة اللي عملوا قيسة سعيد في 25 جوليا أولي اليوم أنه رتحنا من برشة مشاهد كنا نشوفه فيها معناها في البرلمان ولا في الحكومة ولا تصرفات متاح حكومة يعطيه الصحة كعمل الشي هذي بش رتحنا منه ليوم الممارسات اللي صاروا نعطيك مثل مثالا عم نيول عن حكومة متاعي شي من المشي شي اتواصلوا معا آآ بالسندوق النقد الدولي لبنك الدولي مشو دواشنطن ونيويورك وخذيو اطلع وصرفوا من المال العام وقابلوا فريق من الصندوق النقد الدولي عن طريق الزوم كنا قادوا في تونس الام قابلوا معاهم بالزوم وما صار حد شيء اليوم حكومة نجل بودن بالرغم اللي تنقصها الرؤية السياسية وتنقصها برشة حاجات لأن حكومة تسيير شؤون الإدارية للدولة التونسية اليوم أعطات جانب إيجابي أن صندوق النقد الدولي رجع للمفاوضات بصيفة إيجابية على خاطر عارفوا أن هذه حكومة جدية صحيح ما عنداش رؤية سياسية ما عنداش خلفية سياسية وهيكا ليش يمشون معها على خاطر الحكومات السابقة كانوا يسمصروا معها هما يعتبروها حكومة جدية ليش يشترتوا الموافق عن شركاء الاجتماعيين في أي اتفاق يصير؟ باللي تكون جدية ولا مجدية الحكومة هذه من غير الشركاء الاجتماعيين ما تنجمش توصل من غير الاتحاد العام تنسي للشغل واتحاد تنسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ما كان الشروط هذه ما كانتش ليه كانوا عندهم شروط أخرى والشروط هذه منين جيت ما يجيت تبعات على الاتفاقيات المنظات معهم سابقا اللي خذاها يوسف الشهد في حكومته في المفاوضات كي بديت وبعد ليس الفقفاخ وبعد هشام المشيشي هذو ما حكومات متعاقبة خليهو تاريكة كبيرة اليوم اللي نج اللي يزمنا نشيد به حقيقة ونتكلم عليه إيجابيا هو موقف الشركاء الاجتماعي موقف الشركاء الاجتماعي الأول اللي هو الاتحاد العام تنسي للشغل اللي عرف أنه الحكومة هذه عندها العديد من الأشياء اللي تفرضت عليها بالتركة القديمة عرف الوضع المالي والاقتصادي للبلاد والوضع الاجتماعي قادة تتعامل مع هذه الحكومة بطريقة سلسة بطريقة لينا نوعا ما ما فماش هذيك التصعيد متاع العادة متاع الاتحاد العام تنسي للشغل على خاطر كان يساعد مع ناس في السيد ما يستهلوش أنهم يحكموا تنس حكومات سابقة كانت وقت اللي تبدأ عندها مشكلة نذي الاتحاد العام تنسي للشغل برب يركح لي جو في بوزيد ولا ركح لي جو في الكمور ولا ركح لي جو في الحوض المنجمي بعد ما يكملوا ينظموا كل شيء يجي يقولوا لا ما تدخليش في شؤون الدولة وانتقاد تطلب مني وتعمل 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 اليوم حكومة نجلبه دن تتعامل مع الاتحاد العام تنسي للشغل بصفة إيجابية وهذا الشي كيف كيف شوف نعمل جنب الاتحاد العام تنسي للشغل إذن الشوام تاع هذي الحكومة كان ناجح بالنسبة لي فما مؤشرات إيجابية ما تنجمش تطلب من حكومة نجلبه دن إجراءات كبيرة وإلا نقلة نوعية في الاقتصاد وفي الاستثمار وفي الحال الاجتماعي أعليش؟ خاطر الأشياء هذوما يلزمك تراجع فيه قوانين كبيرة يلزمك تراجع فيه مجلة الجيباية يلزمك تراجع مجلة الاستثمار يلزمك تراجع مجلة تجيع الاستثمار المجلة التجارية الاتفاقات التجارية والثنائية اللي تعاملت مع الدول الأخرى عندها سنوات توا وخاصة في العاشرة سنين أنه جاءت حكومات بركت علينا الاقتصاد التركي في تونس هذي متجمش تعملو نجلبه دن يلزم توصل للانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر ويتم إصلاح النظام الانتخابي باش يفرز لك برلمان يمثل بالحق الشعب التونسي ما يكونش كما البرلمانة السابقة يمثل الشعب التونسي وعنده من الكفاءة أنه يقترح مشاريع لأنه دور المؤسسة التشريعية بالأساس البرلمان هو التشريع المبادرة التشريعية المبادرة التشريعية بيد رئيس الجمهورية وفما عدة قرارات كان ممكن اتخاذها ما تطلبش الدراسات قلت رأي قلت رأي في الموضوع لا أعتيك ما تطلبش معناها هالدراسات الطويلة ياسر اللي تاخو برشا وقت فما حاجات اللي كان من المفروض إصلاحة بجرة قلم كما أكثر من سياسي أكل وكان جاء عنا سفاظ العبد الكافي بجرة القلم نتمشي عن دمر يقل أحنا لا شوف سيد رئيس الجمهورية في الوضع السياسي والإجراءات السياسية اللي قاعد يخذ فيها وكل ما يتعلق بالقضاء وبالقانون والقانون الدستوري يفهم فيه بالبداء ينجم يتصرف فيه أنا من رأي شأن الاقتصادي شأن الاقتصادي نختلف فيه برشا مع سيد رئيس الجمهورية نقول لك نخير أنه نستنى شوية حتى يجي برلمان وحكومة ذات رؤية سياسية ينظم لي الشأن الاقتصادي خير ما لي اليوم سيد رئيس الجمهورية نجم يخذ مراسيم ما تتمشيش معه الوضع الاقتصادي اللي لازمه في البلاد هل أنه هل أنه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تستنى هل أنه البلاد اليوم وحالها اليوم ينجم يستنى كون أنا عملوا انتخابات في ديسمبر وكونوا من بعد الله أعلم مش بش تفرز هالانتخابات كيما استنينا عشرة سنين كيما استنينا عشرة سنين نجم نستنيه شوية إذا كانوا سننا رؤل الانتخابات لأنه فما في الأثناء فما عقبات اللي يلزم زادة هالمسار هذي يتعديهم لاستفتاء ما هوش بالضرورة بش يكون نعم نجم يكون رائي الشعب التونس يقول له لا نستنيه إيه ما جلس تمام البلاد ما تستناش الوضعية الاقتصادية والاجتماعية نفس الوضعية اللي كنا فيها في عشرة سنين وخاصة سنين لخر أخطر أخطر لكن فما احنا شو نقول اشتدي أجمة فارجي ما عندكش بش تسكر حتى حتى الميزانية بتاعك ما عندكش بش تسكرها تو تسكرها نقول لك حاجة شفت اللي ساير في أوكرانيا هاي شفت اللي ساير في أوكرانيا آآ آآ التونس يرجع لها إيجابا خاطر ما حاشتهمش قوات دولية اللي تحكم في العالم ما حاشتوش أنه تتحلوا فوفعة أخرى في بلاسة أخرى في شمال أفريقيا اليوم يلزم الزون تكون استابل متاع شمال أفريقيا لأنه الحل من جملة الحلول للأزمة اللي صايرة في أوكرانيا موجود في شمال أفريقيا ما يساعدكش أنه الدولة التونسية ولا الجمهورية التونسية تصير فيها فوفعة ومشاكل مش تأثر لك على ليبيا وعلى الجزائر يلزم لا استابلية تكون موجودة لكن فماش يقوم مش أعطيك بلايش فماش يقوم بش يقرضك اليوم بظروف اللي يمكن في وقت ما الأوقات كان ممكن معناها أن ناخذوا بها التمويلات كما كان في السابق اليوم ما أحنا قعدنا في التمويلات متاع البنك الدولي والصندوق النقد الدولي باش يدفعوا السلم الاجتماعي أحنا هذية ضده أحنا نحبوا المفاوضات مدامك ماشي إيجابا طوى مع الصندوق النقد الدولي أخويا عملي مفاوضات على قروض للاستثمار لخلق الثروة لفلوس تجيب فلوس إذا مش تجيبهم باش تخلص الشهاري وتسكر لي معناتها سكر لي الملف هذي وسكت الناس هذوما ووقفي الاحتجاج هذيك والاتحاد طالب زيادة أعطيه زيادة من القرض هذي هذا مش مش يوصلك اليوم بما أنك في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي يلزمك تتفاوض على جلب تمويلات للاستثمار حاجة اليوم كنت نخيل الرئيس الجمهورية أنه يستعمل الدبلوماسية الاقتصادية باش ينجم يعطي تطمينات للجهات الدعمة وللدول الشقيقة والصديقة اللي تحب تستثمر في تونس راهوا اليوم أنك تستثمر في تونس اليوم عندهم خنقة في الاقتصاد متاحهم في الاستثمار ما عاش عنده وين يستثمر ولا يخرج البرة ويابة لفريقيا شنو ما وفرت له بشي يستثمر عندك هذا شي اليوم اليوم تطمينات من رئيس الجمهورية والدبلوماسية الاقتصادية متاعك تخليهم يجيو باش يستثمروا حتى بتطمينات راهوا عنا برلا مين مش يجي في الفين وثين وعشرين راهوا مش تكون عنا تنقيحات على مستوى القانون الجبائي راهوا مش تشير تخفيض في الجباية في التفاية راهوا مش نعطيه تشجيعات أخرى للاستثمار راهوا مش نحلو أسواق في إفريقيا بتنجم تخدم عليك راهوا عنا تطمينات تطمينات سواء في بورترادس أنه يتصلح مع الجانب الاجتماعي اللي نعرفه أنه فهمه تسكير كبير في بورترادس راهوا مش يتصلح راهوا نعطيك تطمينات يجي إقفة معايا شنو تفسيرك شنو تفسيرك أنه هالرسائل هذي ما تخرش من رئيس الجمهورية ومن رئيسة الجمهورية خطره هو وحده ما حبش يلم به ناس ما حبش يدور به ناس ذات كفاءة عليا في الاقتصاد في الاستثمار راهوا رئيس الجمهورية ما لزمش يفهم كل شي وهيك عليه إجماع ما وهذا المشلوين يا سرحان هاني يقول لك أنا راني منيش ما فماش شخص في العالم ما فماش شخص ملم بكل شي راهوا رئيس دولة ولا رئيس حكومة إذا كانوا يحب يخدم وينجح ويمنع بلاده يلزم يجيب معاه ناس أحسن منه من المفروض أحسن منه أحسن ما يكون أحسن ما يكون أنا اليوم في بلاد قاية السعيد نجيب ناس أحسن مني كي يبدأ داخل كي يبدأ داخل في اجتماع معايا قلوا صباح الخير يا سيفلين على خاطر سيفلين نعرفه في الاقتصاد أحسن مني في الصحة أحسن مني مش يزيدني مش يزيدني أحنا شنو اللي صار رئيس الجمهورية اليوم مسكرة لروحه في فريق العمل امتيج وما نعرفوش وهذا التماشي اللي مخوف العبيد كونه اليوم فيما منحه ديكتاتوري في الموضوع لأنه شخصك مايفهمش في المواضيع ويأتي في را punya مستد رأسه صحيح ديكتاتوري حاجة أخرى والله ماذا بنك نجعلنا ديكتاتور والله ماذا بيك نجعلنا ديكتاتور رهو ديكتاتور شوف آآ خوية ديكتاتور رهما هوش ظالم ديكتاتور رهما هوش مستبد ديكتاتور احنا في الوضع الحالي اللي نشوفه فيه في البلاد يلزمك ديكتاتور يلزم واحد يجي يطبق علوية القانون يعني سرحان بعد 12 سنة من اللي صار في البلاد نعاود ونرجعه بش نوم ليه اخي احنا في 12 سنة نقله شخصية ونقوله ديكتاتور هو الحل هذا معناها بعد ثورة وقداش من واحد مات 10 سنة ولا 11 سنة كنا عايشين في ديمقراطية كنا عايشين في ديمقراطية كنا عايشين في ديكتاتورية ديكتاتورية رئيس مجلس النواب ديكتاتورية البرلمان ديكتاتورية رئيس الحكومة اللي ما يساعده حد يرميه في الحبس شفناه هذي مع يوسف الشهد شفناه في البرلمانات شفنا ديكتاتورية المال وقت اللي يحب يعدي قانون يتعصف عليك ويعطي للنواب واحد خمسين واحد سبعين واحد مياه انتي وشو مو انتي وشيوزن في البرلمان انتي وكتلته هذي مش ديكتاتورية احنا راو كنقوله ديكتاتور كنقوله ديكتاتور مش قامع ومستبد واللي يخالفه في الرأي يرميه في الحبس. نو. ديكتاتور نقصده في في السامبوليك في 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 السامبوليك انه يتطبق القانون. اليوم انا حتى مع الشريك امتاعي الاجتماعي. اليوم عندك اضراب. نمشي نحلو الاضراب بالقوة. اذا كانوا مش يدمر لي الاقتصاد التونسي. فما معمل مسكر في المذيلة اه مذيلة اثنين عنده عامين مسكر. اي. خمسين شخص مع تصمين في وسطه. المعمل جاهز بش ينتج الفوسفات عنده عامين مسكر. تحبله ديمقراطية. كل فمتاع. لا انا انتي توا هذا اللي تحكي فيه. هذا اللي نحكي فيه. رئيس الجمهورية اليوم. رئيس الجمهورية ويبعث وزير. لا. الدفاع. ولا وزير. ولا وزير. اذا كان الحلول هذي ممكنة. راه يحلت المشاكل هذي. هاي المشاكل ما زالت. يخافوا. نفس المشاكل ما زالت موجودة. يخافوا. اليوم الشعب التونسي هو اللي يقلت. اليوم عندك اه مركزية متاع متاع طاقة بديلة. اللي هي حاضرة عندها اكثر من عام. ونقصة كان البرانشمان متاحها. معنى الوغاكور دمان بش تصير ب تندج الطاقة البديلة بسكرة. بي. هذي الكل. انك ينقول لك اليوم ما نحتاجوا ديكتاتور معناها واحد. يحكم في الدولة. كلمته تتسمعها. نمشي نعلن المنطقة هذي كمنطقة عسكرية. دا كردو. ونحلها بسيف. واللي واقف مسكر الكيس. يتحمل مسؤوليتو. بي. اللي يجي يرقد على السكة باش ما يتعديش باش ما يتعديش الترام تاع الفصفات. مم. سمحوني في الكلمة. لأ ما تقول هاش من فضلك خلنا مشيوا مع عناوين اللي الاخبار. خلنا بداول الجمعة بالحاج هذي حاجة تباية. انك تتبقت قانون. اي تبق القانون. اللي ما يمتثلش القانون. تبق القانون حاجة. ليه مليش نعرصالي بالتراراني. انا قد كرد على السكة. نمشي نزو كما هو حطوه في الحبس. بي. تطبيق القانون حاجة. تطبيق القانون حاجة. والدكتاتورية حاجة. هتو نرجع وكانت حب نقشو فيها بعد لحظات. فضو التركي مش تعطينا عناوين الاخبار. فضو على سالبيك. مرحبا يا وليد. ابرز عناوين الاخبار. مدير دبلوماسية العامة والاعلام بوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد ترابلسي. اليوم خلال تدخله في برنامج اكسبريسو. يقول اليوم اول عملية اجلال 120 تونسي من اوكرانيا. مرسد الدفاع عن مدنيات الدولة. يحذر من بعض التنقيحات المقترحة للمرسوم المتعلق خاصة بتنظيم الجمعيات. ووفد اوكراني يصل للحدود البيلاروسية لاجراء محادثات مع روسيا والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. جزيلا شكر لك فدو التركي. نواصل في حوارنا مع سرحانة لناصري رئيس تحالف من اجل تونس ضيف الساعة. ضيف الساعة. ضيف الساعة. جزيلا شو نوضح الموضوع معناها تطبيق القانون حاجة. لكن الدكتاتورية شي مختلف تماما. بالعكس هي الدكتاتورية هو كونك تعفس على القانون وتطبق اللي في مخك. لا 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 انا مش نقصن في الدكتاتورية. ولا لا جزيلا شو نفابته في المفاهيم. رمزية. اي. رمزية. اي. شو معناها دكتاتور معتها كله تتمشي. انا نمشيها في الايجابي. اليوم انتي كنت تعطيني في امثلة. يجيوك خمسين ولا اربعين ولا ثلاثين واحد. يساكر كياس ولا يساكر السكة ولا يساكر معمل. وتقول لي انا مجمش كل مخاطر فما ديمقراطية في البلد. انا ديمقراطية اللي توقف لي ينتاج. هو 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 هذي رو ما فيه شي اختلاف على فكرة. انا ديمقراطية. رو الديمقراطية. جستمون. الديمقراطية مش معناها نسكته على التجاوز. اه هذي للأسف الصورة اللي قاعدة ترأس خمال عشرة ولا اثناش سنة اللي يتعداوا. لكن رأوا مش هذي الديمقراطية. الديمقراطية هو التوازن وتطبيق القانون بمن غير تمييز على فردها مقارنة بفرد اخر. نحكيه على الديمقراطية. وقت اللي يتصلح الوضع في البلد. وقت اللي يكون الواحد يخدم خدمته وياخذ حقوقه. يقوم بواجبه وياخذ حقه. وقت النص والاستاد هباية. نحكيه على الديمقراطية بالحق. اما احنا اليوم في وضعية وضعية. ما قلش كيفاش نفسارها نعرفها بالعامية. ما نحبش نقولها. اليوم ما تنجمش تحكي له على الديمقراطية. ما عاملهم ساكرة. ناس واقفة. انتاج واقف. فوسفات واقف. راهوا عندك شركات واقفة. اليوم اذا. عليش? تعرف عليش ولا? خطر قولك ما عندهم ما يعملولو. لا لا اليوم الحكومة هذه ضعيفة ما تعمل حد شي. ايه. 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 وفمشكون ايه. شخص واحد اللي هو عنده كل الصلاة التنفيذية. ايه. ايه. هو ما عرفش يشتغل اللي في يده. ايه كان جيت في بلاسورة. عملت حاجة اخرية. مثلا. برج حاجة. ران رجعت الانتاج بالقوة. ايه كيفيش? هيدا هيدا السوق ايه. بش تهبط معناها بش تعلنها منطقة عسكرية? تعملها تعلنها منطقة عسكرية ايه. على فكرة اعلن عليها هذي الفين وسبعتاش لبيجي قاعد السبسي. وما اطبخوهاش. ما اطبقتش في الكامور هذي وقت. ايه فمترا فيه كل تلي. كيفيش? فمترا فيه كل تلي. ايه خي فما الناس كانت في الحكومة بيساعدش انه التران يهز الف الفوسفات ينقل الفوسفات. الكامور كيف كيف. شما انت تفرض عليها حكاية باستنا. شركة تخد تقبل كنشي الف خديم تاخذ الف خديم. شما تفرض عليها الف خديم وتقيد له خمسمائة على باستنا. على خطر حكومة ضعيفة. عليش ضعيفة? ختكنت مكمك. كل الحكومات اللي تعدى. اللي تعدى وي. الكل. بدون استثناء. كلهم ضروا لبلاد. العشرة سنين مايش بتاع ديمقراطية. العشرة سنين عاشنا فيها اقوى انواع الاستبداد. والدكترا. هم. اي تنك الحل نواصلو في هاد. ليه ما تواصلوش. تواصلو ايجابا. القانون محترم. تقول لي سرحان ناصري اللي رئيس الجمهورية رؤيته في الامور الاقتصادية ماهيش واضح. اي بورتون تقول لي ليه يلزمو يا اخو قرار. معناه هو رؤيته مش واضحة وماهوش فاهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ما يأسس ليش للمستقبل. عندك قاعد يأسس. هاو قاعد يأسس. عليه قاعد يأسس. ما هوش قاعد يأسس. شكون اللي قاعد يأسس اليوم في الفترة انت عمستقبل ولادنا وعشرة وعشرين سنين القديم. احنا في مرحلة استثنائية. مسقفة بزمن. توفن هار سبعتاش ديسمبر. ان شاء الله. توفن هار سبعتاش ديسمبر. ان شاء الله. هذا هذا شقاعد نقول لك اللي هالمرحلة هذية. احنا في الحزب. ومختلف الرزنامة هذية السياسية اللي تعطات. مربوطة باستشارة الكترونية. الناس كل قاعد تشوف شنية ما يصل البرلمان يضرب لك الباسبورت الديبلوماسي ويضرب لك المنح ويعمل الريزوم تيه ويبدأ يخدم على روحه. يعمل النيتوركم تيه ويبدأ يخدم على روحه ويحقق في مقارب شخصية. اليوم بالاستشارة الالكترونية اللي صارت والاجتماعات المباشرة. الشعب قال اعطاه رايي ومباشرة. لكن شنو اللي يصير. جزء من الشعب. جزء. 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 اللي ما حبش يشارك حاجة اخرى. انا نشوف في قوات سياسية تقاطع وطولا على المقاطعة. علش تقاطع? ما ادخل شارك واعطي رايك المخالف اللي يحب علي قيسعي. اليوم شنو اللي صار? الميتين وخمسين الف اللي شاركو. هما انصار رئيس الجمهورية قيسعي. وانصار حزب التحالف من اجل تونس. اللي يشاركو بكثيفة. مش مش يمشيوا في التمشي متاع اللي حب علي قيسعي. مش مع انصارنا احنا مشي في. سرحان تونس. عد لكثة. تونس الاستشارة الالكتروني. ما عندك ستة محاول. ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى. وقت اللي انتي تعمل تستفتاق. عندك حاجة في يدك وتنادي المنظمات الوطنية والفعلين في المشهد السياسي. انتي انتي بشتاق وراي متاع ميتين وخمسين الف شخص. تلاثمائة الف في اخسن الحالات. بش تبني بش تألف منهم دستور لبلاد فيها. حداشن مليون وثمانيمائة الف ساكن. ما عنده حتى معنى. ليه. مش 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 سبيع الدستور. ليه. هو المخرجات هذو ما مش تمشي في لجنة. مش يتحاوروا عليها. احنا ش قلنا لجنة هذية يا رئيس الجمهورية. رغم تعملاش وحدك. احنا شاركنا معاك. ما قلناش كيما برشة احزاب مناصرة ليه. وقالت انا نقاطع الاستشارة الالكترونية. اليوم حركت شعب مثلا امس سياويدات قال احنا قاطعنا الاستشارة الالكترونية. احنا ما قاطعناش. لكن مش معنى هاراو شاركنا معاك في الاستشارة الالكترونية باش تعتمدها هي. لا المخرجات هذيك بعد تنادينا تشاور معانا. وتتناقش معانا. باي. خاطر هذيو جزء صغير. ينادي لشكون جزء امام. ينادي اولا. اولا. للمنظمات الوطنية. وينادي للقضاة. وينادي للمحامين. تكون فيهم زيادا القضاة هنا. اشدد اشدد اشدد. اه اشدد. اللي هو معينهم. مش اللي كانوا في المجلس قبل اللي يخدموا في النهضة. اي دونك اشدد اللي هو معينهم. معينهم ولا مش معينهم. هما قضاة. باي? ما تجمش تشكك فيه القاضي. احنا القضاة عنا. هو اللي شكك. مش انا. هو اللي شكك. احنا القضاة شيء مقدس في تونس راه. مم. لكن فما قضاة كانوا فيز دين. مم. ما نغطيوش عين الشمس بالغربان. نفس نفس هذا نفس الكلام ينتبق زاد على النواب اللي كانوا فيهم برشة فيز دين لكن فيهم برشة ناس. لغلب. المؤسسة المؤسسة هي. من خيرة من خيرة ما فما في البلاد. ما شوفني همش عاملوا حاجة كبيرة. ما تنجمش في. حتى كانوا سلبا. ايجا قلوب. في مناخ كما اللي كان موجود في البرلمان. تعرف اللي ما كانش من الممكن. كانوا انسان نظيف يعمل حتى شيء. شوف. اليوم الحوارات متاع رئيس الجمهورية لازموا يفتحها. يفتحها بالاساس قبلنا احنا. مم. مع المنظمات الوطنية. مع المنظمات الوطنية. دونك الاتحاد العام تنسل الشغل. ايه. وبعد يشرك. ايه. المحامين بطبيعة القضاة. حقوق الانسان. ايه. وبعد يشرك زادة معهم. احزاب سياسية. بيه. اللي ليه يمازال عنده مشاكله في القضاة كي بد في القضاة ونتفهمه. لكن تنادي في الحوار ايضايا حتى معارضيك يا رئيس الجمهورية. باش تسمع الرأي ولا الرأي. شنو معناها معارضي. اليوم فما برشا معارضي رئيس الجمهورية. احزاب معارضة رئيس الجمهورية. معناها تقول انتي اللي ما عندوش قضية. ايه بينصير. بيه. مثلا مثلا. ما نعنش مثلا اليوم الدستوري الحر. يزمك نديت. تتحاور معه. التحالف من اجل تونس يزمك نديت. احكي معه. الاحزاب الاخرى يتكلم ولا الروح. كهو. لا لا موجودين. قلت لك اللي ما عندوش قضايا. ام. شنية القضايا اللي متعلقة بها. قضايا انتخابات. لا لا شنية معنا انتخابات عالفين وتسعة عشر. اي اي جرام انتخابي اي. تحيلوا عن الناس في الانتخابات الساقة. ام. اليوم مثلا? حتى اللي كان فما احزاب مش مقتنعة بالمسار. نقفوا كان في انتخابات الفين وتسعتاش معني اللي صار قبل هذك الكورون. حتى الفين وربطاش. الفين وتسعتاش هو destتمة clubs في الفين وربطاش. الفين وربطاش كتلي ق موinga ام فتجاوزات اه انتخابية. وما تحكموش. وما تحاشبوش. وما نذهومش. هما ازايدو عليها في الفين وتسعتاش. ضك يلزمك ترجع تحاسب على اللي صار اقبل. دك في الاخير. في الاخير بشناعملوا حوار مع منظمات وطنية وشوية احزاب. مساش خير من بلايش. المهمة يحكمش واحده. الى اي مداهة ذا يمثل الشعب التونسي. هزا التسيب. انت شكون عندك اليوم في دارة محاسبات خلاف حركة النهضة وقلب تونسي. وعيش تونسي. مم. وعيش تونسي ما نعتبرهش حزب يا جمعية. مم. اصلا هي معنى توفية واحدة معنى. اما عندك احزاب سياسية. عليش احنا راهم مش حابينهم يطبقوا القانون باش يحلوا الاحزاب هذي مع تجوز او كحلهم. لا باش يكونوا عبر اللحزاب الاخرى. باش انا غضو الحي من يخش تمويل اجنبي. باش انا غضو الحي سرح الناسي ما يجيش واحد يقول لي ايش هنعمل الكونتراد لوبيينك. تو السيدان تعمل معك حوار. وتو البي بي سي تعمل معك حوار. تو يزوك تقبل شكون في الكونجرس في امريكا. وشكون تمشي تقبلو في الاتحاد الاوروبي. وتوون يزوك تعمل رون كونتر في الاليزي. وتاخذو الثور. وطي بتكذب بيو ملعبات. بي. كي يجين يقولوا لي اخوي. انا ما نعملش هكا غضو الحين القارنة قدام المحكمة. انا نحترم ما عندي قانون لحزاب ولا مرسوم لحزاب. انا نحترمه. بي. انا عنيش اسست حزب. باش نعمل السياسة. سرحان الناصري الاحزاب الديمقراطية تشارك فهل اللي تعتبر وانتي. بطبيعة هما يقولوا احنا احزاب ديمقراطية كي ما سمات سي غازي شويشي قالوا احنا الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية. عنا مبادرة. نستثنيو منها رئيس الجمهورية والاحزاب بدي اعمليه. ما عطا احنا احزاب مش ديمقراطية. حتى كي تسمعني البارح في التلفزة قتلك راه احنا هنا نجسخي فيها غني نكون ديكتاتور. راه ما احنا ديمقراطيين. ما يركبش على بعض. يركب يركب. الديمقراطية. ما يركبش على بعض. راهو المرحلة الحالية ما تنجمش تتعامل فيها بالديمقراطية كي ما تحب انت. مع ناس فيس دينا نكون ديكتاتور. معناها انت في تقديرك هذا هو الحل. ايه. كون. طبق القانون على الناس الكل. وتبدأ حتى. راهو راهو نعاود مرة اخرى سرحان الناس اللي يقولك راهو تطبيق القانون. ما نخصد ما هون ديكتاتور عندي حاج اخرى. ايه بلن نوضحوا الامور. لانه مرة اخرى رانا نقوله لتطبيق القانون ما هوش معناها ديكتاتور. يهديك يا سرحان. اللي قاعد تقول فيه راهو مخالف للحقيق. راهو تطبيق القانون والديكتاتورية حاجتين مختلفين تماما. لا احنا نحب. بالعكس. الدكتاتور هو اللي ما يطبقش القانون. احنا نحب اليوم الديمقراطي. حب اليوم الديمقراطي. كياني تهمة تقول فيها كياني. فكرتني فكل فيلم المصري اللي كان كيوا يحب هكا ايه. معناها ينقص من قيمة شخص يقوله يا ديمقراطي. كياني تهمة ايهاني يحب يحب واحد ديمقراطي اليوم. يحب الي يساكر الكيس ساكر الكيس يحب يساكر معامل يساكر معامل. ديمقراطية. حم. Bell م Gothic يساكر ما م هذا يأكل فى مでした. من خالف القانون ايه اضافة هذكا سيفلين راوا من لازم اكش تحطوه فى الحبس. يا جسما. هذا. راوا في الايقافة متى وراوا من لازم شكون فى المرنقية اله تحطوا في قامة جبرية. النهارة اللي يتم الثبت الاثبات عليه ويزمو يدخل الحبس يمرض. ديمقراطية ما لازموش يقعد في المورنقية يتلوى يزمو يمشي للكلينيك ولا يمشي للسبيطار. على خاطره سيفلان. الاخر ولد الشعب هذكا. هنا انت قعد تير قعد تيري لنوردين البحيري. مش كان نوردين البحيري. اه. حتى قبله. عليه يا اخي مهدي بن غربية ما عديش قديش من فاترة متاعه في 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 الكلينيك هذوما هذوما في الاخير. في الاخير شوها اللي قدمت ضدهم. انتي اليوم. القانون يتطبق على. علش ولد الشعب. ولد الحفيانة هذكا اللي جاي من شديده انتي على شبهة سمعني. شبهة يسكن في حومة في حي شعبي. شبهة اللي هو وراه وظهر لي اسرق ولكن واقف مع السيد اللي اسرق. ترميف المورنقية. على فكرة. على فكرة. الديمقراطية هي اللي تحمي ولد الحفيانة قبل الناس الكلي. ليه. هيك اللي. انه في هي اللي قاعدين عايشين هاليوم. انه ولد حفيانة مطيش. وولد سيفلين هو اللي يتعامل معه. عليش خطر ديمقراطية. هذي ديمقراطية اللي نحبوها. طبق القانون على الناس الكل. بقي بقي عن خلط في المفاهيم. لانه. لا لا لا. ايجا اقولك سرحان. ايجا اقولك سرحان. لانه الممارسات اللي تحكى عليهم وقتل يصيروا في نظام ديكتاتوري ما يسمع بهم حد. الاعلام ما يغطيهمش. المجتمع المدني كيحاول يتحرك يتقمع. القانون ما يتطبقش. هذي كلها الديكتاتورية. انا بالنسبة. الديمقراطية هو عكس هذا تماما. كون وقت اللي. اذا ديمقراطية كلي عايشين هاتا ومش لازم. لا ما هو هذي المشكلة. هذي المختلفين انا وياكم. ويمكن زاد برشة ملي يسمعوا فينا. انا اكيد اكيد. اكيد. مش مش برشة ناس مش اه تقتنع بكلمي. انا اقولك الديمقراطية اللي عايش فيها تونس اليومة. ازي ما تتصلح. وهذا ينتفق فيه ذري الناس. راي مش هذي الديمقراطية. اي مش هذي الديمقراطية. في ظل الديمقراطية. لانه احنا كنا في نظام. كتخيل توش اليوم يقولك شو ما رأيك في الديمقراطية. هذي وقال لف جي واحد صعيب. كان نظام هاجين. كان نظام هاجين. نقصد الدكتاتورة هو ليس فاسدا او ليس قامعا. انا بالنسبة لي نربط ديما. خاطر. عليش نقول ديكتاتور خاطر فما برشا رؤساء. يقول لك هذو ما هاذا ديكتاتور. انا يعزبني. بي. وصلنا قتل الاستشارة الالكترونية اه تحب اه مبعد اللجنة اللي بيش تألف من خلال هالا الاستشارة هذي بيش تألف بيش تكتل دستور. ما ينهيش رئيس الجمهورية واحدة. ما ينهيش رئيس الجمهورية واحدة. لنفترض. لنفترض كيما صارت مقاطعة للاستشارة الوطنية. في الاستفتاء على الدستور اللي بيش ينتج على هاللجنة هذي منعرفوش حتى لتوى شنية بيش تكون الملامح متاحة. يا اما يكون التصويت بلا. الشعب التونسي يرفض الاستفتاء. وقلا المشاركة تكون كيف كيف ضعيفة جدا. الى اي مدابش يكون عنده شرعية هالدستور هذي. اللي بيش نبنيه بيه لعشرات السنوات من المفروض القدام. الاستفتاء مش استشارة الالكترونية. كل حاجة في لاستفتاء. انا نقول لك الاستشارة الوطنية الاخبال كان ضعيفة. لهنا وعي المواطن لازم يكون موجود. ويشارك في الاستفتاء. حتى يقول لا. بالضبط يناجم يطلع. بالطبيعة. وهذا حر. بالطبيعة. واذا كان الاستفتاء جاب لا. تمشي اللي صار في للصندوق. شمعناه? معتها يزمك تحترم اللي ماشي يجيك في الاستفتاء. اي. مش نعملو? نعاودو نقسو المرحلة اخرى نعاودو عام اخر معناها ورزنامة اخرى. ونعاودو استشارة اخرى. حاجة اخرى اتولي. في الاثناء البترول ماشي يزيد والميزانية مع الناس باش نسكروها. والماكينة الانتاج معطلة. واحنا نستناول اللي نعملو دستور والعالم يستنى فينا. مالا شاركو? شاركو فيش بالضبط. لسا فتان. بيتشوف الوقتو. سمحني بابا. تعرف اللي اللي ماذا بي نقدم عك اكتر وقت لك. سرحان الناصري رئيس التحالف من اجل تونس. نختلفو في برشا مفاهيم على فكرة. اما رأيك يقعد محترم. جزيل الشكر. سرحان الناصري كان ضيفنا اليوم. ضيف الساعة مواصل معكم في حديث الساعة بعد شوية. بش نمشيوا الاوكرانيا وبش نتعرفوا على المصير. متاع برشة وين سمازالوا عالقين في اوكرانيا. شكرا مرة اخرى لضيفنا سرحان ناصري مواصل.